اشتركوا في القناة النقاش مباشرة بعد علان رئيس الوزراء عدل عبد المهدي في التاسع والعشرين من الشهر الماضي عن استقالته حصل ما باتت تعرف بمذبحة السينك في بغداد مسلحون بسكاكين وبأسلحة رشاشة قتلوا أربع وعشرين شخصا العراقيون يتساءلون عن هوية هؤلاء المجهولين الذين يستهدفون المتظاهرين ولماذا لم يقع توقيفهم أو محكمتهم منذ بداية الاحتجاجات في العراق في مطلع شهر أكتوبر الماضي العراقيين يدركون أن هذه الفصائل المسلحة مثل بدر وعصائب أهل الحق تمثل العمودة الفقري لوحدات الحجد الشعبي سعماء الحجد الشعبي يقودون القوة السياسية الثانية في البرلمان مع تلاف الفتح ثم لماذا تتدخل مجموعات سراء السلام التي يتزعمها مقتدى الصدر لحماية المتظاهرين ما صحت الكلام أن إيران أرسلت قاسم سليماني ومحمد كوثراني قبل اقتراب موعد آخر مهلة لتعيين رئيس وزراء جديد يوم الاثنين المقبل وعندما تنتق الدول مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا ممارسات الحجد الشعبية تم استدعاء سفر هذه الدول فمن يرسم هذه الخطوط الحمراء في العراق فاصل ونواصل أهلا وسهلا بكم في نقاش ونحن محميون بمعجزة اسمها الحظ باتبرا لهذه الإضرابات لم تؤدي حتى الآن إلى الغاية برنامج النقاش لأن هناك مصاعب ومصاعب كبيرة للوصول إلى الاستوديو ومع ذلك طبعا ننجح حتى الآن في وصول الضيوف في الموعد ونقاشنا عن العراق وسعيد بن يكون معي الزميل الصحفي عامر إبراهيم وأيضا جواد بشارة وهو كاتب وصحفي ومعنا من تونس العاصمة عامر سعيد وهامين ومنصق عام لجنة الحكمة العراقية الدولية أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج أبدأ مع ضيفي من تونس باتبرا للحديث عن لجنة حكمة عراقية الدولية من يتمتع الآن بما يكفي من الحكمة لمحاولة احتواء الأزمة في العراق يتمتع بالحكمة الذي غير منغمس في العملية السياسية وليس طرفا فيها ولكن صوت الحكمة كما قلت غائب رغم أنني أقول كان حاضرا منذ عام 2004 ورافق كل العملية السياسية وكل اجتماعاتها في جامعات الدول العربية منذ أول مؤتمر وفاق عام 2005 وبعده 2007 وكرت السبحة لكن القوى السياسية لا تسمع للحكمة وأضيف إن القوى الدولية والمجتمع الدولي بغض النظر عن الرئيس بوش قد أخذ هذه القوى إلى جنوب أفريقيا لكي تتعلم الحقوق والحكمة وأخذها إلى أسبانيا وأخذها إلى كل التجارب الدولية التي تعثرت فيها الأحداث ثم خرجت نحو أفق ديمقراطي واسع لكن الأخوة في العراق مصممين أن لا يروا إلا أنفسهم وإيران خلف كل ذلك بالصوت والصورة والرجال إيران وراء كل ذلك على عكس ما قال هو من واقع سيتفعل معك الضيف سيتفعل معك الضيف هنا تفضل كلام الأولي اللي قيل لازم بيشروحات لأنه يبدأ من 2003 إلى 2004 لكن النقطة الأخيرة وهي أنه إيران وراء كل شيء هي ليست إيران وحدها وراء كل شيء هناك كما تعلم هناك تدخلات إقليمية يعني إيران على رأسها لكن هناك أيضا دول أخرى على خط التدخل وهناك أيضا تدخلات أجنبية ودولية وعلى رأس الولايات المتحدة وإسرائيل ليست بعيدة عما يجري داخل العراق فطبعا هذه التجاذبات تخلق ما يسمى استحالة التوصل إلى حلول إلى حلول أو إلى تسوية العراق في طريق مسدود اليوم؟ الآن إحنا في حالة انسداد لكن انسداد فق كامل؟ لا في مجال الحل لكن إما أن يكون حلا دبلوماسيا أو سلميا وهذا ما نعمله أو سيكون حلا داميا والأرجح؟ الأرجح أنه سيكون داميا صحيح؟ يعني أعتقد نفسه الرؤية لكن أنا أختلف فيما يخص البداية كل دول العالم هناك تدخلات في شؤونها لكن نحن نتحدث عن التدخل المؤثر التدخل المؤثر واللعب الأكبر على الساحة العراقية كانت ولاية التحدة الأمريكية والمجتمع الغربي يعني في 2003 وما تلأ الاحتلال لكن تدريجيا نحسر هذا الدور لصالح الدور الإيراني الآن أصبحت السلطة أنا أسميها ما أسميها الحكومة لأن هناك أكو نظام أو أركان لسلطة والسلطة الموجودة حاليا في العراق هي فاقدة للإيرادة الوطنية ولهذا هي مرتهنة بالقرار الإيراني بشكل كامل خلاص عادل عبد المهدي راح؟ راح نتيجة لضغط الشارع وإن كان عادل عبد المهدي ابتدأ كتاب الاستقالة بقوله امتثالا لرأي المرجعية لكن هذا غير صحيح هو استقال نتيجة لضغط الشارع والآن الكل منهمك في المنطقة الخضراء يحاولون إيجاد صيغة جديدة لقانون الانتخابات وللمفوضية الخاصة بالانتخابات تحت ضغط الشارع مرة أخرى ليس هناك من ضغط مؤثر للمضي بخطوات إصلاح سوى ضغط الشارع لأنها أسمح لي أقول الطغمة الحاكمة في العراق الآن هي مرهونة الإيرادة ولماذا يحدث عن طغمة تحدث عن عسكر وهو كذلك عسكر؟ وهو كذلك يعني إحنا ما نقول عسكر أنه يشير للجيش وإنما هناك بالإيشيات وعندك التدليل ماذا الحجد الشعبي؟ هناك نوع من الخلط يصير عد المتلقي يجوز هنا المتابعين فرانزبان كاتخ أيضا فيه كثير من العراقين الحجد الشعبي ضم إلى المس العسكري هذا الانتصار كان دور كبير جدا للحجد الشعبي في حقاق هذا الانتصار لكن بالحقيقة هذا الدور تم سرقته من قبل الناس المؤثرين في الحجد الشعبي اللي هم القيادات الخاصة بالفصائل التابعة للحرس الثوري واللي هم الآن يمسكون زمام الأمور وحضرتك اطرقت إلى مجزرة السنك ومجزرة السنك هي الدليل الدامغ على غياب الدولة حتى الآن لم نعرف من وراء هذا لأنها جرت تعرف أنت من وراء أكيد نعرف تعرف من الكل يعرف نتحدث عن مجهولين لا لا الكل يعرف مجهول معلومة الرسم لا مجهول معلومة الكل يدغاضة لا الكل يعرف حتى بالحركة من انطلقت يعرفون بالأسماء لماذا لا يعاقبون لا ما هذا اللي قلت هي المجزرة اللي صارت على بعد خمسمائة متر على المنطقة الخضراء ونقلها مباشرة عبر أحد القنوات التابعة لتلك الفصائل وأنا شخصيا اللي كنت تابعة هلايف يعني لعمارة السنك اللي هي عمارة عمارة بوقوف السيارات لكن لا قاد عمليات بغداد يستطيع الكلام ولا أيضا الوزراء يعني وزير الداخلية هناك تسريب لبرقية تم تسريبها بتواجد لميليشيات في جامع ليسمى جامع بقية الله في منطقة الرصافة في شارع فلسطين هناك أعداد كبيرة من الميليشيات تجمعت في هذا الجامع وصار تحرك باتجاه الساحة بالساعة المعينة وبالمسار المحدد وأمام مرأة الكاميرات لكن الكل صامت والحد اليوم نحن نشوف أنه ما تم أي إعلان عن الجهة اللي ننفذت طيب عندما ترحنا السؤال على وزير الدفاع العراقي في حوار مع فرانسو فاندكات اسمعوا كيف كانت الإجابة كل الحكومة العراقية وأنا من ضمنهم كوزير الدفاع والجيش العراقي نحن مع المتظاهرين السلميين المتظاهرين السلميين جميعا لديهم مطالب ومطالبهم مشروعة تماما ما في تعليمات لإطلاق النار من قوة عراقية هناك أطراف أخر أيضا أطراف ثالثة هي اللي تطلق النار تحاول أن تجعل في المشهد العراقي هو صراع ما بين القوات الأمنية وما بين المتظاهرين عامر سعيد هذه العبارة أصبحت متداولة في العراق هذا الطرف الثالث مين هو الطرف الثالث دعني سؤالك دقيق وجوهري والكل يتساءل عليه وهو كما يقول ضيوفك أنا حييهم لاثنين واعتراضاتهم أنا معاها الطرف الثالث تعرف الحكومة العراقية بالتفصيل وكل قادة العملي السياسية مهمتهم أن يعرفوا الواحد الآخر ماذا يفعل لكنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ولا أضيف سرا أنني أعرف غالبيتهم ويعرفوني بالتفاصيل وحضرت كل الاجتماع تقول كلام دقيق الآن قبل أن أوضح ماذا أريد أن أقول أريد أن يعرف الجميع حين حضرنا مؤتمر القاهرة عام 2005 نوفمبر 19 21 لقد سلمت الجامعة العربية والقوى العربية مجتمعة على طبق من ذهب لحكومة إبراهيم الجعفري العراق وكان بإمكانها أن تمنع عنه وأن لا تعطيه كرسي جامعة ولا تعترف بالاحتلال هذه نقطة جوهرية هامة وكانت المعارضة العراقية التي حضرت وهي متعاونة قالت سوف نتنازل عن 70% من قناعتنا لكي تنجح الدولة العراقية والعملية السياسية إذا عاملت كل الجرائم ما قبل سقوط النظام وما بعد سقوط النظام معاملة واحدة لكن خطأ العراقيين والشعب العراقي ومعارضته أنها قبلت بالبيان الختامي الراقي ولستعاش فصيل وعقد سريا خارج الجامعة حتى لا تصلت وضواء وستعاش فصيل مع حضور أشرف قاضي منثل الأمير العام والأمير سعود الفيصل الله يرحمه وأمين الجامعة وخرج العراقيين بدون تدخلات في أهم بيان لكن خطأهم لم يطلبوا ضمانات إقليمية ودولية للتنفيذ وهي لعبة دولية وإقليمية بعد تعثر الوضع في العراق وإعلان كوندوليزا رايس أن الفوضى الخلاقة خاطئة وأننا ارتكبنا آلاف الأخطاء هذا المدخل هذا المدخل يبين أن القوى الإقليمية عدت إلى الماضي لأربط بالحاضر هذا المشهد يؤدي إلى أن التدخل الإقليمي إلى أن التدخل الإقليمي ضعيف في المستقبل أعلن التالي أقول لك مخرج للأزمة قد أذيع سرا لكنه ليس سر هناك قيد الإعلان حكومة أزمة وظل عراقية شرعية مستقلة عن الوضع تجيزها العملية السياسية وتجيزها فشلها وتجيزها استقالة عاد العبد المهدي وتجيزها الشرعية السياسية في النظام القائم بلا معارضة تذكر مهمتها الأساسية التي ستطرحها لديها مجلس وزراء ولديها رئيس وزراء داخل العراق ولديها محكمة اتحادية بديل ومجلس قضاء أعلى بديل ولديها برلمان سوف تعتبر برلمانه هو الحراكة الجماهري لأنه هو القائد لهذا الموضوع هو الذي تخدم هذه الحكومة هذا البيان رقم واحد لا هو بيان هذه الحكومة لن تقود هذه الحكومة سوف تقترح على رئيس الوزراء والحكومة الرسمية القائمة أنها حكومة تصريف أعمال لها مهمة المهمة الأولى هو افطلاعها بإنجاز مطالب الناس وليس مطالب الحراك المكلفة بأي حكومة وأيضا مطالب وحاجات الدولة المكلفة من الذي شكلها؟ الشغلة الثانية يطلب من رئيس الوزراء يطلب من رئيس الوزراء وضع خارطة طريق وهي متفق وضع خارطة طريق خلال أسبوع مدتها شهر أو إلى شهرين يضع الصفحة النهائية للعملية السياسية اللي قام عليها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أنه لابد من انتخابات جديدة من هو رئيس الوزراء؟ لابد من مفوضية جديدة لابد من دستور جديد هذا الفريق الذي قيد الإعلان أنا مثلك أنا سمعته بشكل موثوق باعتبار أمين ومن السقام لجنة الحكومة أنا لست مسؤولاً على الموضوع لكن هذا الحراك لكي يوقف العملية الدموية ولكي يرفع الغطاء عن إيران ولكي لا يستفرد بالعراق ولكي تقوى العملية السياسية ورموزها الذين لا يخافون أن يقولوا من هو الطرف السائل وهي أيضاً فرصة عظيمة عفواً عفواً لا 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 هو نقاش تفاعل ما فينا نترك التحدث لحالق لأنه ولا سنعزل الضيفين هنا لابد أن يكون تفاعلين بس اسمح لي تعليق بسيط على هذا الكلام يعني هو كلام نظري وجميل إذا ممكن هذا يكون لو يتحقق قد يكون أحد السيناريوهات المرسومة هناك سيناريو أيضاً سوداوي يتكلم عن عملية إنقلاب عسكري يقودوها ضابط شيعي هناك حديث حتى عن حرب أهلية بعد استهداف منزل مقتدى الصدر هناك متحدثة وخرجها كانوا خططون لهذا النوع هي عدة سيناريوهات أنا كتبت مقالة عن هذا الموضوع اسمه السيناريو الكارثي للعراق يعني واستعرضت بكل الإمكانيات أو الأفق المفتوحة وهذا أحد الأفق المفتوحة ما يقوله يعني عامر سعيد من تونس موجود هذا الطرح موجود موجود هذا الطرح ولكن دون أسماء لنعرف من هو هناك بعض الأسماء المتداولة هناك بعض الأسماء المتداولة ولكن هي كلها محروقة يعني لأنه لن يقبل بها الحراك تقصد يعني بالضبط بالضبط الحراك أو خلو نقول عليهم قيادات الحراك الشعبي الحالي واعون جداً ولن يقبلوا بتمرير أي اسم إذا مو هم ينتقبوا أو هم يختاروا أو على الأقل يتم بالتشاور معهم يعني بالوقت الحاضر كأنه هذا الحراك معزول على الجهة ولم يأخذ بعين الاعتبار ما يريده وتحاول القوى السياسية أن تطرح وتتناقش وتفاوض تطرح أسماء وهناك من ما الذي بقي من مصداقية القوى السياسية؟ فقدتها كلياً كل الأحزاب كل الأحزاب من العامري إلى وانت لما أقول بدون استثناء التيار الصدري والحكمة والعامري والفتح وحتى المرجعية يعني كمان المرجعية حتى المرجعية أغلب الموجودين لأن المرجعية على الأقل أبدأت رأياً فيما يتعلق بالتدخل الإيراني لكنها لم تحسم الأمر منذ البداية ظلت تماطل ظلت تعطي على شكل قطرة تتأقلم كل مرة مع الظروف المستجدة يعني لم تأخذ دورها كما ينبغي الحراك في حاجة لرأي المرجعية تعتقد أنت لا؟ كان ممكن أن تنقذ كثير من الأرواح صراحة يعني لو كانت تأخذ قرارها من البداية بشكل واضح وبدون مواربة وبدون استخدام اللغة المضببة خشبية المضببة يعني لو خشبية على الأقل كانت مفهومة لكنها مضببة بحيث تقبل أي تأويل يعني هم الحكومة نفسهم أو القوى السياسية كل ما تأتي هذا ما غالط عبد المهدي أعتقد أنه كان يحظى بدعم المرجعية يعني شوف كل القوى السياسية عندما تأتي الكلمة المرجعية في كل جمعة طبعا يفهموها هو متحدث باسم السياسية يفهموها على مرامهم هما ويترجموها ويأولوها مثل ما هما يردون وهذا مقصود؟ مقصود طبعا على مستوى اختيار الكلمات بالضبط يعني لم تغامر أو لم تتجرأ المرجعية بقول الكلمة الفصل على شكل فتوى ملزمة على شكل يجب أن كلمة يجب أن يعني فتوى لم تقلها المرجعية إلى أن الخطبة الأخيرة اللي فهم منها عادل عبد الماني أنه خلاص أنت لازم تسلح انتهى خلاص انتهى تسلحيتك صح؟ يعني أنا شوية أختلف مع السيدين الكريمين أنه يعني الأيام الجاية ربما غدا ويوم الثنين القادم غدا هناك المفروض يفترض أن يكون هناك تسويت على قانون الانتخابات هو منعطف أيضا جديد تعتقد أن الآن الشارع ينتظر قانون الانتخابات وأن هذا سيقنع الشارع بالعدول عن المراحل لكن القانون بسوء قانون من سيقنع هذا اللي أريد أقوله قانون الانتخابات جاري الآن أعداده في مجلس نواب لا يمثل يعني أو لا يلبي مطالب الطموح طيب لكن يعني أنا قبل ساعة اطلعت على رأي يخص السيد مقتدى الصدر يعرب عن رأيه واللي مرره ومقتدى الصدر ليس في العراق حاليا ليس في العراق لكن يمرر أراءه عبر السوشال ميديا عبر شخص مقرب منه اللي هو صالح محمد صالح العراقي ذكر بالمواصفات اللي اللي يرتئيها في القانون في قانون الانتخابات لكي يقبل وهذا أيضا يجرنا إلى موضوع القيادة الحراك لحد اللحظة ما أفصح عن قيادة لأنه فعلا هو لا زال بلا قيادة هناك شباب واعي ويتحلى بثقافة سياسية عالية لكنهم متخوفون جدا من موضوع القيادة ربما يعني هذا تحليل الشخصي ربما بسبب وجود أو ثقل الكبير لأتباع التيار الصدري أتباع التيار الصدري ليسوا بالضرورة من مؤيدي سائرون اللي هي كتلة نيابية أتباع التيار الصدري اللي هم المقلدين لسيد سيد محمد صعد الصدر هؤلاء ثقلهم كبير بالساحات وثقل بيّن بالمجزر الأخيرة لأنه الجهة الوحيدة المنظمة تنظيم عالي هي جهة التي تكون هي مقربة لهم واللي هي تابعة للتنظيم العسكري اللي باس الأزرق سرايا السلام لكن سرايا السلام أداءهم مثالي كان من يوم 1 أكتوبر لحد الآن ما حاولوا يحتوون المتظاهرين ولا حاولوا يفرضون إرادتهم لكن المخاوف الآن لما ذكرتها قبل ساعة لما أفصح السيد مقتدى الصدر على المواصفات التي يوافق بها على قانون الانتخابات القادم هناك أيضا نوع من التسريب للمواصفات أو لشخصيات موافقة عليها السيد مقتدى لعيس الوزراء القادم هنا تكون نقطة انفصال بين بين ساحات التظاهر وبين سوف نرى مع أمر سعيد ما هو ثقل كلمة مقتدى الصدر أو مواقف مقتدى الصدر عندما طبعا أقدم على حماية المتظاهرين خاصة بعد ما حصل ليلة الجمعة الماضية دعني أجاوبك أولا يعني بشكل صريح طبعا نحن في حاجة لا صراحة لم يعد لأحد ثقل لم يعد لأحد ثقل في ظل وجود هذا الحراك والدولة كلها أصبحت مهلهلة ورئيس الجمهورية ما تحرك اعتباطا هو أذكى شخص بالعملية السياسية وأحد الذين صنعوا كل هذا الخراب فقانون الانتخابات وقانون المفوضية كله به ثقوب ويحمي الوضع ولهذا لم يتعلموا مما يريده الحراك وهذا الذي أنا أخبرت عنه الآن أقول لك يعني جادا هذا ليس سيناريا هذا تشكيل تم ورئيس الوزراء موجود ومجلس الوزراء بالداخل ورئيس المحكمة التي أحدها بالداخل ولديها فريق ورئيس جمهورية ووزير خارجية في الخارج يتفاوض على تأمين الوضع الداخلي لهذه الوزارة لكي تكون ظل لكي لا تقتلك المتظاهرين وتمنح فرصة ضوء في آخر نفق للعملية السياسية لكي تجتمع هي وكل قياداتها تضع خارط الطريق منظمة خلال شهر يومية ماذا سوف تفعل أمام مطالب الحراك وكيف تنفذ مطالب الحراك والحراك هو القائد هذه الحكومة مؤقتها لمدة ثلاثة أشهر تنفذ مطالب الحراك ومقدم استقالاتها مقدما ليس لها سيناريو للحكم لديها محاولة لكي لا يذهب العراق إلى الدم فإن تشكلت لكي تأخذ العراق والعملية السياسية إلى ضوء سلمي في آخر نفق وتعطي فرصة لإيران لتقدم اعتذارها وتصبح معترفة بالحراك وتعطي مجال لإقامة عراق ديمقراطي سليم هذا هو الوجه المشرق لهذا الوضع دقيقة هل تشكلت بالتنسيق مع الحراك لا تشكلت وهي قيد الإعلان بالتنسيق مع الحراك موافقة مع موافقة الحراك لا أستطيع أن أقول هذه إذن لا فائدة لها تتفاوض الآن من كلام من كلام بالتفاوض معنا لا لا تعذرني 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 عفوة مع اعتراضك مع اعتراضك لا أخي أخي لحظة علي لحظة تعذرني هي لا تقود الحراك الحراك يقود هي تنفذ مطالب الحراك هي تساعد الحراك لكن الحراك لن يترك الموضوع الحراك لم يوكل لأحد أن يشكل حكومة الظل ولا يعني حتى هذه التفاصيل يسمحها انتحادية وغيرها بالعكس الآن المقياس الموجود في العراق حاليا المتبع خلال الأسبوعين والثلاثة الماضية أي شخصية يتم تسريب اسمها هي شخصية تحرق مباشرة يعني هاي الشخصية تفقد حظوظها مباشرة في الترشح ليش لأن الحراك حساس جدا من هذه المسألة يعني أنا شخصيا اتحدثت يعني يعني مع بعض الإخوان عن مقترح لترشيح أشخاص ليتحدثوا بالنيابة عن الحراك رفضوا بشدة ليش يعني حتى المتحدث وإذا أنت قريب من الساحة العراقية هناك يعني إحدى الشخصيات الإعلامية تنطرح اسمها كمتحدث باسم الحراك هذه الشخصية قوبلت برفض كامل وحتى يعني الموضوع أثر على رصيده هناك شخصية أخرى اللي هو غيث التميمة أيضا في لندن مجرد ما انذكر اسمه اليوم بالذات اليوم الصورة موجودة في ساحة التحرير وعليها علامة X هناك حساسية شديدة من أي اسم يطرح وما زلنا نحن داعموا الحراك بانتظار أي شخصيات تفرزها الساحة نتوسلهم في كل يوم أن يفرزوا قيادة ولو جماعية ولو قيادة بالتناوب لحد الآن لا توجد أي شخصيات مرشحة لمثل ذلك فكيف الحال إذا كان هو الموضوع عن حكومة الظل ووزارة الخارجية بسرعة كبيرة حالما أصدرت سفرات بيان يعترض على الحجد الشعبي إلا وتم استدعاء السفرات أي شوف من المفارقات المؤلمة يعني عندما يصرح الولي الفقيه تصريحات أو مسؤولين إيرانيين لا تجرأ الخارجية ولا حتى على الاعتراض نهيك عن استدعاء السفير لكن عندما أربع دول كبيرة لها تأثير بالمجتمع الدولي بالمحافر الدولية وتتطالب بموجب قانون دولي وبريطانيا وبالتالي هي لم تتدخل بشأن الداخلية فقط تحثر عربت عن موقف عربت عن موقف أنه يجب حتى الاستدعاء هو بنوع من الطرافة أيضا لأن هناك لقاء كان مع رئيس الوزراء وكان هناك بيان والاستدعاء صار بعد يعني بعد يومين وكأن الموضوع يعني نوع من الإحاء بالقيام بهذا الاستدعاء يعني هذا أيضا فد موشر على أن هناك نوع من التخبط والدليل يعني حتى وزارة الخارجية نحن الشيء اللي يؤسف له لما تكون هناك جلسة لمجلس الأمن الدولي لما يتحدث الممثل الخاص بالعراق لما يتحدث على نقيض الساحات وقوبة باستنكار فيما بلاسكارت اللي هي ممثلة تميعا في العراق تتحدث إلى جانب الشعب العراقي وأطراف أخرى تحدث إلى جانب الشعب العراقي بينما ممثل العراق يتحدث ضد المتظاهرين وضد الشعب العراقي طيب عامر سعيد صحيفة لموند المساهية الفرنسية تحدثت عن هرولتي بعض المسؤولين الإيرانيين منذ تحديد مهلة لتعيين رئيس وزراء هل يمكن أن نتصور أن تهران يمكن أن تظل مكتوفة الأيدي أمام اختيار رئيس وزراء جديد في بغداد سؤالك جيد ولكنه بالنسبة لي مدهش لسبب أن إيران في مواجهتنا لداعش كان قاسم سليماني كل وسائل الإعلام وكل الدول تشير لوجوده ويقود كل هذا الموضوع أنا أريد أقول شغلة هذا التمثيل الذي عليه الحكومة العراقية ووزير الخارجية هذا تمثيل مطلوب أنا أزعم أنني أعرف العراق وأعرف كل هذه القيارات السياسية بالتفاصيل الدقيق ومواقفهم الحقيقية أقول لك من واقع لقاء أهام مع السيد نوري المالكي وهو في آخر لحظات سقوطة وذهب الكثيرين قال لي أن رسمي هذا أسمعه أن القيادة الإيرانية تراجعت في اللحظات الأخيرة بعد أن وافقت على أن أخرج من الوزارة وعينت نائب رئيس جمهورية أول غير معلن ووافقت أن يكون البديل حزب الدعوة نفسها وأن تأتي بأضعف شخصية وهو مستشار إبراهيم الجعفري الأعبادي ورئيس الوزراء لأن ممنوع أن يكون رئيس وزراء سابق إبراهيم الجعفري عينتها وزير خارجية واحتكرت العراق برغم كل ثم سنين من مذابح نوري المالكي إيران تقود للعراق ويقول نوري المالكي اتفقت إيران رسمي يسمعني أنا ويا عفوا أتجاوب على السؤال ما إيران هل تترك إيران لن تترك العراق وموثلين إيران قالوا نحن لدينا بعد استراتيجي في أربع دول قبل أن يطولوا طهران لدينا بغداد والعراق لدينا اليمن لدينا لبنان لدينا سوريا معناها السنينة ما بإيران بالعراق حاليا إذن هذا السيناريو اللي ذكرته في البداية الحالة والمقترح اللي ذكرته من البداية سوف يسقط بالما يعني لا لا أشكرك أشكرك على هذا السؤال أولا أولا هذا المقترح اللي أنا ذكرته وهو تشكيل سوف يأخذ القضية العراقية لأن هناك رئيس جمهورية ووزير خارجي وفريق لهذه الحكومة بره سوف يأخذ القضية إقليميا ودوليا وسوف تكون إيران غير متحكمة بالداخل وسوف لن يترك الحراك وسوف يكون حراك جماهيري في الخارج على مستوى العالم لن يترك العراق وما يطالب به الحراك بالداخل هو القائد والبرلمان هو رح يكون رئيسه ليس أحد يتحدث باسم الحراك هذه الحكومة وهذا السيناريو جاء لتنفيذ مطالب الحراك وليس للتحدث باسم الحراك ولإنقاذ من الاستفراد وسوف تكون هنا قضية إقليمية ودولية هذا حق أنا أتمنى أن يكون هذا صحيح بيني وبين نفسي أتمنى أن يكون هذا صحيح بس أنا أعتقد حسب دراستي موازنات القوة والواقع العراقي اللي أنا كنت به قبل فترة قليلة جدا لا يسمح على الإطلاق بتمرير مثل هذا السيناريو لا يمكن لأنه إيران والحشد والقوة المسلحة مستعدة أن تحدث مذابح بآلاف الرحاية على أن تسمح بمرور مثل هذا السيناريو أو سيناريو بديل آخر غير اللي هم راسمين أول مشكلة أيضا أريد أن نتطرق إلى نقطة معكم مسألة التضييق على وسائل الأعلام ساهم في انتشار معلومات لا نعرف مدى صحتها على مواقع التواصل الاجتماعي إذن مواقع التواصل الاجتماعي هي تقريبا المصادر الوحيدة الوحيدة الآن في العراق وهذا هل هذا يضرب الحراك؟ صحيح لا لا بالتأكيد يعني أنا كأعلامي تتحدث عن مناطق احتجاز لبعض المتظاهرين من قبل الحجد الشعبي كيف يمكن نتأكد من ذلك؟ خطف وقتل وتعذيب ومراكز احتجاز مفارقة حتى في المجزرة لما حثت كان هناك يعني البارحة هناك بيان للحجد الشعبي اعترف بارتكابه للمجزء وتم يعني بعد ساعة تم تكديمه على الإعلان عن أن هذا الموقع هو موقع هذا يكشف عن خلافات موجودة في داخل الحجد الشعبي بين بين جناح الفياض وبين جناح المهندس الجناح اللي اكثر راديكالية الاكثر تشدد اللي هو جناح يعني المهندس هو اللي اللي تبنى هذا الموضوع اللي هو يعني يتبنى المواجهة القوية للمتظاهرين وإن كان بالعنف ولهذا حتى بعد الإعلان عن أن الموقع تم تهكيره صدر اليوم تأكيد من كتاب حزب الله أن الموقع لم يهكر وكتاب حزب الله هي المتهمة بأنها من نفذ المجزرة لأن اسمها ورد على لسان أحد الجنود في أثناء يعني في أثناء تصوير أحد الفيديوات وأيضا يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عفوي أين الولايات المتحدة مما يدور في العراق ولماذا تتفرج فقط ولكن الولايات المتحدة اتخذت بعض الإجراءات لا خجولة جدا يعني أنا أعتقد منذ بداية الأزمة الحالية إلى الآن هي الولايات المتحدة وراها تماما يعني الولايات المتحدة الآن تلعب لعبة سيئة جدا ولا يهمها الضحايا يعني حتى هذه المناورات الأخيرة اللي كانت مفترض تحدث اليوم الحراك الشعبي بقيادات الداخلية قالوا بشكل صريح بالتليفون إلي مباشرة نحن لم ننسق ولم ندعو إلى الزحف على الخضراء لكن هذه جهات مجهولة وأنا أعتقد هذه جهات محسوبة على الولايات المتحدة طرف الثالث مو طرف الثالث الأسماء معينة ممكن يكون حشد ممكن يكون جماعة جوكر يعني اللي تابعة أمريكا المهم في جهات عندها وسائل تصال جماعيرية وسائل تصال تويتر يعني جيوش إلكترونية هي التي قامت عمليا بتعبئة بعض المتظاهرين بمدن ومحافظات أنه توجهوا هذه الليلة يعني اليوم عشر الشهر بمليونية إلى بغداد وتزحفون بعدها على المنطقة الخضراء وبالتالي قبلها بيوم يعني ليلة أمس الرئيس عصائبها الحق قيس الخزعلي حذر وأنا أقول هدد بس هو ونتنتقادات كبيرة له طبعا بس هو يقول أنا حذرت بس هو عمليا تهديد مبطع أنه ستكون الدماء للركب يعني هذا هذا هو الخوف عمر سعيد نحن قبل أيام من نهاية مهلة تعيين رئيس وزراء هل ظهرت بوادر وجه هذه الشخصية المنتظرة في العراق خلال أيام حتى اللحظة ليست هناك بوادر أسماء رغم أنه رشحت ثلاثة أربعة أسماء لكنني لا أريد أن وشيعها وقيل أن المرجعية وصلت على هارض الأسماء قلت لا تحدث بسراحة يلا تحدث بسراحة لا أولا لأنني عفوا 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 جيد جيد تسأني توفيق وأنا أحييك على البرنامج وعلى إدارتك دائما لكن أنا أحدث الآن حين أروج أسماء أنت مثل ما يقولون الأخوة ونتوقعهم الوضع في العراق حساس وقد تتهم أنت تتروج لهذه الأسماء ولهذا لا أذكر الأسماء مكتوبة ونشرت وقسم منهم كان مستشار ينتقد دائما للعملية السياسية ولكن جزء هو طرف فيها لكن لكن الحقيقة لا تسمح الصراعات اللحظوية والترتيبات الداخلية الإيرانية والترتيبات للكتل السياسية وللحشد ولمقتدى لا تسمح الاتفاق حتى اللحظة على اسم معين برغم خطابات المرجعية لكن الحاكم الفعلي هو ما سوف تتفق عليه الكتل النافذة في العملية السياسية وهي سائرون ولن يقبل حراك الشعب هناك أسماء بارزة هناك أسماء بارزة هناك أسماء معروفة أنا أتفق موجود حاليا أنا أتفق إبراهيم بحر العلوم إبراهيم بحر العلوم أزداد شابندر أزداد شابندر نفع أن يكون مرش كان اسم متدورة حرة هو رئيس جهاز المخابرات لكن أكيد هو غير مرحب به فيما يخص إيران نصل بالعمل السياسية الشخصية الوحيدة التي تحظى ببعض القبول بين الجماهير هو فايق الشيخ علي وطبعا فايق الشيخ علي مثل حلم إبليس بتجنة لا يمكن أن يكون رئيس وزراء ولا بأي شكل من الأشكال لأن الموضوع واضح كل من اشترك في هذا النظام السياسي بشكل أو بأخر هو غير مرحب به نحن نتحدث عن رئيس يعني بيني وبينك بيني وبينك منذ 2003 من لم يشترك في النظام السياسي ما هو الحديث الشخصية ما هو الحديث عن شخصية الحديث عن شخصية مهني حتى بالداخل لا في شخص غير معنية بالعمل السياسي لا لا عرض عليها ورفضت أن تشارك بالعمل السياسي لا لا هناك حديث عن أناس مهني في شخصيات سياسية داخل العراق لا لا أقول غير موجودة أقول غير معنية بأن تصل إلى هذه المناصب يعني لم تعرب من تلقاء نفسها بأنها تريد أن تكون هي شخصيات سياسية وشاركت بالعمل السياسية وكانت معارضة للنظام السابق ورجعت بال2003 على أساس عملية ديمقراطية بعد يعني أنت الآن تتروج لشخصية معينة لا بس شخصياتها حتى ما راح تكون أسمعها لأنه ما دخل لشيوعي لا لا ولا حتى الحزب الشيوعي راح بالعمل السياسية حرق نفسي يعني طيب لا لا دخل بالعمل السياسية وصار عدة وزراء هذا موضوع ثاني هو عد اشتهاد خاص يعني يعني إحنا مو كل ما ما يحدث نحاول يا أسود يا أبيض الحراك أيضا مقصر في هذا الجانب يعني الآن مثلا يطرحون صفات المرشح لكنهم لا يرشحون اسم ولا تنطبق على أحد الآن يعني هاي الصفات المواصفات اللي طالبها الحراك الشعبي صعب جدا نتلاقيها عند أحد السياسيين اللي يمكن يتصدى للعملية السياسية المؤقتة يعني الحكومة القادمة المؤقتة حتى ولا مؤقتة حتى ولا كانتهم مهمة محدودة بتهيئة الأجواب والانتخابات القادمة حتى الرئيس العراقي دعى المتظاهرين لترشيح يعني اسم ولا أعتقد أنه سيتم ترشيح اسم طيب فرضا أنه تم التوصل والتفاهم حول شخصية سياسية عامر سعيد وبالنظر إلى ما نراه اليوم من تجاذبات سياسية هل الكتل السياسية في البرلمان العراقي ستعمل بشكل أو بآخر على دعم هذه الشخصية سؤال وجيه القوى السياسية الآن في ظل هذه الأزمة الخطيرة في العراق تقبل بأنصاف الحلول لتمرير الرئيس بزراء يتحمل هذه المسؤولية بواجه الحراك ويتحمل مسؤولية قبول مطالبة أو مواجهتها وإيران مرة أخرى أقول لن تمر شخصية سياسية عراقية وموجود الحجد الشعبي وموجود سائرون وموجود كل الكتل السياسية التي لم تخجل في ضرب الحراك بالدم وسمحت بتصويته في آخر مجابهة أكثر من 24 شهيد أريد أن أقول شغلة أنا أتكلم أقول شغلة أحنا حساسين بالاقتراب من الحراك الحراك يحتاج شاء أو أبا يحتاج وعي عظيم في أزمة هذا العراق الذي هو خلق هذا العراق الموحد جديد وهو قائد وهو أمل كل الشعب العراقي ولكن الحراك يحتاج والشخصيات التي أنا أقول الآن أنها شكلت هي قابضة على الجمر منذ عام 2004 حتى اليوم وهي مستقلة وهي لها مقامها ولكن لا تريد أن تأخذ قيادة الحراك الحراك هو الذي سيشكل برلمانه وقياداته وينتظر تطورات الأزمة بالأشهر الثلاثة القادمة وتري ويريدون مخرج سلمي لكي لا يستفرض الحراك وقد يأخذ الحراك إلى العالم كله وإلى الكونغرس لن يترك لا الحراك الداخلي ولا الخارجي وليسوا حساسين نحن في الكلام عن هذا الموضوع الحراك عظيم وهو القائد وأنا أتفق مع تحليلاتكم ومعترضاتكم وهي حقيقية وهو واقع العراق ولكن يحتاج هناك مخاطرة كبرى من أجل الحراك من أجل أن يقود من أجل أن ينجح من أجل أن لا يخترق وأنا قلت سابقا حينما طرح رئيس الجمهورية قرار أنه دعا ممثل المتحدة ويعمل لأسا يطبخ قانون انتخابات ومدح الرئيس ترامب بالموضوع أبلغنا الإدارة الأمريكية بالتو أن الرئيس الموجود على رئيس العراق عينت أرجوكم أقول كلمة أنا موجود نور المالك حزب الدعوة وإيران تعين رئيس كردي وليس الأكراد هذا رسمي ورئيس الجمهورية عليه قبل أن يقترح أن يستقيل ويذهب إلى كردستان ويصبح جزء من الحزبين الكرديين لو موجود كردي مستقل يقود العراق نعم الوضع بالعراق نعم بائس ونعم واقد وناعم على خيارات دموية وسلمية ولكن عقلاء العراق يمكن أن ينقذ الوضع من الداخل والخارج وأقول ختام يمكن للوضع الإقليمي أن ينزع الشرعية عن الوضع بالعراق وأن يجعل العراق مع إيران هناك سينيرا كثيرة ولكن ليس هناك منسينيرا كما يقال انقلاب ويغتون البعثين لم يعد هناك جيش يقود انقلاب ولم تعود هناك شرعية للبعثين أن يأتوا ولم يعود هناك انقلاب عسكري هذا الحراك العظيم خلق العراق من جديد لاستعادة بلا أحزاب ويعود موحد وراقي ويريد العراقين والحراك يريد بلد ووطن مستقل وسيد نفسه وحر هذا هو الذي يريد الحراك ويريد عملية سياسية جديدة ودستور دائم جديد لا أحد يزايد على هذا الحراك وهو يقود الوضع ونحن الآن نزايد مع الوقت الشكر للزميل عامر إبراهيم وزميل صحفي جواد بشارة كاتب وصحفي والشكر من تونس العاصمة لعمر سعيد أمين ومنسق عام لجنة الحكمة العراقية الدولية الشكر لفريق البرنامج أمسيا مريحة للجميع ترجمة نانسي قنقر